وفي النواب أيضا وخلال اجتماع لجنة الصناعة أكد وزير قطاع الأعمال العام إن هناك شركات كثيرة خاسرة وتنفق مكافأة ميزانية مشيرة إلى أنه يتم الآن مراجعة للهيكل المالي والأجور بالشركات قائلا العمال لديهم حقوق ويجب أن تكون موحدة ونعمل على مراجعة لوائح العمل والصرف ولن يتم صرف مليم واحد تحت حساب توزيع الأرباح إلى بعد انتهاء الميزانية حتى تكون الأرقام واضحة مشيرا إلى أن خطط التطوير تهدف إلى تطبيق قواعد الحوكمة وزيادة الإفصاح والشفافية ووضع معايير واضحة للسماح باستمرار نشاط الشركات الخاسرة بمراعاة الحفاظ على حقوق العمال